بالنسبة لي أستاذة سماح متزوجة من 14 سنة والزوج متزوء يعني متزوء هي سبق لها الزواج وبعد 14 سنة من الزيجة الأولى اللي هي بتقول يمكن تجوزت وهي صغيرة وبعدين بتقول إنه هي لسه متجوزة من سنتين بعد الزيجة اللي مضى عليها 14 سنة وما كانتش زيجة بمعنى الكلمة بيبقى فيه حمل وبعدين بيتم أو بتسقط وبتقول إنه حاسة إن الزوج مش مهتم بالأمر يعني أكيد الإنسان المتزوج وله أولاد بطبيعة الواقع والحال اشتياقه للولد مش هيكون كاشتياقك يعني أنت فلازم نراعي النفوس إحنا بنتعامل كبشر ولازم أشوف إن النفس ده متبميل للأسرة ولدتها لكن ما فكرش بطريقة خارج الواقع لأنه هو ده الواقع عليك تكثري من الدعاء دعاء سيدنا زكريا عليه السلام وتسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهب لك ذرية صالحة وفضل الله واسع وربنا إن شاء الله يعني يطعمك الذرية الصالحة بانين وبنات إن شاء الله صالحين وصالحات وعليك لما يبقى فيه شيء يعني مديئك تكلمي فيه الزوج بطريقة لطيفة وتقولي له ليه رغبة في أن يكون عندي أطفال فإنك تعويني قدر المستطاع بما معك من المال مش هشق عليك ولكن قدر استطاعتك أن أنت تعويني في هذا الأمر فأنا ما وجه له الرسالة بهذا اللطف أكيد أنه أنبهه أن أنا ليه طلب وليه احتياج لأن الإنجاب ده حق مشترك بين الزوج والزوجة ما ينفعش يبقى فيه قرار أوحد لازم يبقى قرار مشترك بين الاثنين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمك إن شاء الله ذرية صالحة